أما بعد فيا أحباب رسول الله ما لهم لا يسمعوا وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ما لهم كيف يحكمون أفغير دين الله يبغون أفغير شريعة الله يتحكمون ماذا يريدون لشريعة ربنا في هذا البلد؟ بالأمس القريب احتفلت إحدى شركات إنتاج الخمر بمكناس في يوم الجمعة عيد المسلمين بعيد تذوق الخمر في انتهاك صارق لدستورنا وديننا وحرمة يومنا وعيدنا فلما سكت المجتمع في شخص علمائه ودعاته وحكومته نفس الشركة ومعها شركة أخرى تعتزمان الله لا إله إلا الله شركتان من مدينة مكناس بعد أن أقامت إحداهما ما يسمى بعيد تذوق الخمر يوم الجمعة ولما لم تواجه بالحسم وتواجه بالقانون ولم يواجهها العلماء ازدادت جرأتها على دين المغاربة وعلى عملية إشاعة الخمر بين المسلمين وتقريبها إليهم في حين أن القانون يمنع بيعها والإشهار لها في أواصط وبين أوصاط المسلمين تعتزم الشركتان الموتورتان على مزيد من الجرأة على دين هذا البلد وقيمه فتعتزم إقامة ما يسمى بمصار ترفيه مصار رحلة رحلة ترفيهية مصار ترفيه يشمل أبرز مناطق إنتاج أم الخبائث بالمغرب أي محور الصويرة الوليدية محور بن سليمان الرباط محور فاس مكناس عوردت ذلك جريدة جونفريك الفرنسية حيث تقوم الشركتان من خلال الجوالات هذه برمجة زيارات للمغاربة إلى وحدات إنتاج الخمور لتذوق الخمور الدير زيارات للشباب لمصانع الإنتاج هذه شوية شوية وإقامة حفلات لتذوق الخمر لكن الأخطر كما أنها تعتزم القيام بجوالات على الأقدام حتى في الجبال ما بها المناطق والأحصنة خيل والسيارات الرباعية الدفع لترويج من توجهها على أوسع نطاق حتى بين أهالي وسكان البواد والجبال الله تمشي وخه على الرجلين والبغال والحمير والسيارات لكي تصل إلى ألعد النقط في الجبال ما بقىش القضية احنا نطلبوا رخصة باش نديروا مهرجان لنصرة النبي زو السوية فنمنع مهرجان لنصرة الحبيب فتمنع زو السوية هذه سياحة وجوالات مكوكية تخرج عن إطار المدن وتذهب إلى الجبال وتلتقي بسكان الأرياف ما قرية الموال ودلهم حفالات من تعتذوق الخمور الجديدة الله جرء كبير أهل على هذه البلاد البلاد رغم حال فين يخليوها شيء ناس حلفوا على هذه البلاد من اللي يخليوها الله يخليهم لا إله إلا الله المنتقم الجبار لا إله إلا هو وهذه الأنشطة ليس فيها من ادعى أنها لغير المغاربة هل هناك من يستطيع أن يخرج على الناس في الإعلام ويريد إقناعنا بأن هذه الجوالات المكوكية في الأرياف والجبال هي لترصد السياح فرمى السياحة لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أين أنتم ذاهبون إلى أين أنتم ذاهبون كما قال سيد ربي فأين تذهبون ما هو توجهكم ما مقصدكم ما غايتكم إلى أين تذهبون فرقوا غدي ناس فرقوا غدي ما كين آخرة ها هو قلنا ما كين عولا ما في هال البلاد ما كين والو كل شي سلم وما كينش آخرة لكن قل يا رب ربك من يفعل ذلك ما علقته بالآخرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولهذا أكرر النداءات التي بحت بها أصوات الصادقين يا أيتها الحكومة من الذي يحرص على تطبيق القانون واحترام الدستور غير الحكومة ها فر صافي ما قالكم حتى شي ضور في هذه المسألة صافي لم يعود الدستور يحترمه أحد ثم أينكم أيها العلماء لا نسمع لكم ركزا ولا همسا أين الرسائل للتنديد بهذا العمل وإخراج بيان للشعب المغربي رح نسترنا بيان من المجلس العلمي الأعلى يدين فيه طبقا للقانون والدستور وإسلامية البلد هذا العمل المنافي للأخلاق والقانون بيان صاحب الشعب بيان باش الناس يعارثوا شكولنا ريكس بها الأخبر شكولنا ريكس بها الأخبر لو أنه لو لم تفصح عنه هذه الجرائج جريدة فرصوية من الذي يتحدث عنه من من أين بياناتكم أين تنديدكم أين تنوير الرأي العام نحن ما غدش ندروا عن الإعلام تعني الإعلام ما عندناه دوزة ما غدت يتدر على هذا الشي الإثم غدت يتدر على هذا الشي المغربية غدت يتدر على هذا الشي القانوات غدت يتدر على هذا الشي كونك مهني رح نقاطعون لي كل ما يهم دين الأمة نراه مستبعد بشكل كبير وخطير يثير الدهشة عند أبناء هذه الأبوال الله نحن لا ننتظر منهم لكننا نرجو إن شاء الله في العرق النابذ في الأمة هذا العلماء والمجلس العلمي المجلس العلمي ميت وفيه الموظفين الرسميين خلينا والمجاليس العلمي فيهم اللي خايفة على بلاستو خبزتو نصرها الموظفين يوم ورا مولاد الحركات الإسلامية ورا الحركات الإسلامية اللي تتعيسد بين البيانات بلا ما نسمي حركات الحميضة وحركات كده وعرفر فره فرهج ولهذا ليه هم والأمة لا يهم دين الأمة هؤلاء الذين انتدبوا وندبوا أنفسهم للدعوة والدفاع عن الدين لما تخلت مؤسسة العلماء في المغرب بكل أسف بكل أسف بكل أسف والله يجعل ما نكون صحيح الله يجعل هذا الشيء اللي يقوله ما يكون صحيح يا ربي بحبي للعلماء أسألك على من برسل باش يكون هذا الشيء ما شير الصحيح لكن الذي أراه سيباني بان عكس الذي أراه أن فعلا المؤسسة تع العلماء تخلت عن دورها في القضايا الكبرى التي تهم دين الأمة مني ما تتحركش في القضايا أنت الدين تع الأمة متى تتحرك أنت المؤسسة المخول لك عن تعملي في هذا الاتجاه من يقوم بذلك من هذا الدين تع الأمة ولكن قلنا بالله الله يرحمها الله يرحمها صلنا عليها الجنازة وهذه الحركات التي عوضت وجاءت لتعوض هذه المؤسسة الدينية العتيقة الرسمية الرسمية هذا الرسمية المؤسسات الدينية الرسمية يعني ما تتكلم حتى يقول لها تكلمي افتيف هذه وخليها أنا عاد ستناعاد المؤسسة ترم عاد ستناو يردو على القرضان انت على الفتوانتح هذه عاميا على السلفة ما زال عاد ما ردتش علي القضايا الأخرى انت على الأمة فقش غادي إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة لا إله إلا الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لا إله إلا الله هذه رسالتي للمجلس العلم الأعلى هذه رسالتي للعلماء وهي رسالة موجهة للحركات الإسلامية تغول هؤلاء استهانوا بديننا استهانوا بدستورنا بقوانيننا لا إله إلا الله الحديث ذو شجور نسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا رب ارفع مقتك وغضبك عنا رب لا تهلكنا بما فعل السفاهاء مننا رب لا تهلكنا بما فعل ويفعل السفاهاء مننا رب لا تهلكنا بسكوت العلماء فينا رب لا تهلكنا بسكوت الدعاة والآمرين والنهين عن المنتر بيننا ربنا 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 طحر واقعنا من الخمر ومن من يروج فينا الخمر ويروج فينا الرذائل أسأل الله تعالى لهؤلاء الرشد والتوبة العاجلة وأن يعودوا إلى صف أبناء الأمة فَكَمْ مِنْ أَيْتَامٍ رُمِّلُوا مِكَمْ مِنْ أَبْنَاءٍ يُتِّمُوا وَكَمْ مِنْ نِسَاءٍ رُمِّلُوا وَكَمْ مِنْ أَرْوَاحٍ أُزْهِقَتْ بِسَبَبِ إِشَاعَةِ الْخَمْرَ الْمَلْعُونَ يا الله يا الله اللهم طحر واقعنا من الخمر ومن العري ومن الزنا ومن الربا ومن كل ما يباعد الأمة عن ربها اللهم غني الأمة بالافتقار إليك والعمل بشرعك ولا تفقرها بالاستغناء عنك والاستغناء عن كتابك وسنة نبيك يا رب يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا اللهم يا رب تب على سائر المذنبي يا رب لا تعذب أحدا من أمة حبيبك لا تمت أحدا من المسلمين حتى تتوب عليك يا رب كما توفقنا للاجتماع في مسجد الكوثر في كل جمعة فنسألك أن تجمعنا يوم العطش الأكبر عند الحو مع الحبيب رسول الله كما جمعت بين الروح والجسد لا يتخلف منا أحد اللهم انصور الإسلام والمسلمين وانصور المجاهدين في فلسطين اللهم يا رب تقبل شهداءهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم سدد رميتهم اللهم يا مولانا فك الحصار عنهم بما شئت وكيف شئ اللهم أفشي المخططات حصارهم اللهم انصر إخواننا في العراء إخواننا في السودان إخواننا في الصومان إخواننا في إفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الزناء وارفع عنا الرباء اللهم يا رب نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء اللهم يا رب لا تهلكنا بالغلاء والقلاقل والفتن ما ظهر منها وما بطن رب نعوذ بك منك ونعوذ بعفوك من عقوبتك ونعوذ برضاك من صخطك لا إله إلا عنه اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحزاب اهزم الصهاينا الملاعين اهزم جند أمريكا الطغاة الظالمين ترجمة نانسي قنقر